حمد لله قيوم السماوات والأرض وما فيهن إله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم أحمدك ربي حمد لا يعد وأشكرك شكرا لا يحد على ما أنعمت علينا من نعم لا تحصى ولا تعد وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا خير خلق الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها السادة المشاهدون أبائي أمهاتي إخواني أخواتي داخل وخارج الوطن عبر قناة البلاد أحييكم بالتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبنا وطاب مجلسنا وطاب اجتماعنا وتبوأنا من الجنان مقاعد من نور إن شاء الله سبحانه وتعالى مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة تقبل الله مننا ومنكم الصيامة والقيامة وصالح الأعمال إن شاء الله ها نحن في خضم العشر الأواخر من رمضان هذه العشر المباركات هذه العشر الليالي التي أثنى عليها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام والتي حثنا على اغتنامها كيف لا وفيها ليلة مباركة يقول فيها المولى سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة وروحوا فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يسعيدني بل يشرفني أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتور محمد دمان دبيح مرحبا بك دكتور بكم أستاني الكريم الله يعزك شرفنا بحضورك مرة أخرى في هذا اللقاء المباركة إن شاء الله عز وجل أن يكون النقاش معكم مثريا وطيبا مبارك إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين الله يعزك شيخنا الفاضل بادي أن يبيت الشيخنا الفاضل ونحن في خضم هذه العشر الأواخر من رمضان هذه العشر المباركات أحبينا بادي أن يبيت أن تحدثنا عن منزلة وفضل هذه العشر الأواخر من رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لأن هدانا الله والحمد لله الذي من عمه تتم الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا وعلى عظيمنا وعلى حبيبين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلواته ربي وسلامه عليه وعلى أزواجه وعلى ذريته وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبة سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا بداية الحمد للمولى عز وجل على هذا اللقاء المبارك فالله نسأل أن يديم علينا مثل هذه اللقاءات المباركة الطيبة ثاني شيء وهذا من الأدب والإيمان والأخلاق الشكر موصول إلى طاقم قناة البلاد بشكل عام وإلى شخصكم الكريم بشكل خاص على هذه الدعوة وعلى اختياركم مثل هكذا مواضيع التي تسهم بشكل كبير في توعية المجتمع على مستوى جميع الأصعدة فالله نسأل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع غدا يوم القيامة يوم لا ينفع مان ولا بان إلا منطى الله بقلب سليم سيدي الكريم عندما نريد أن نتحدث عن العشر الأواخر من رمضان هذه العشر هي عشر الرجال عشر العظماء عشر الذين يريدون جنة عرضها السماوات والأرض عشر الذين يريدون أن يحققوا على أرض الواقع قوله تعالى يحبهم ويحبونها رضي الله عنهم وارضوا عنها عشر الذين يريدون أن يحققوا على أرض الواقع قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله هذه العشر الأواخر من فضائلها سيدي الكريم أنها في خاتمة الشهر والأعمال بالخواتم الله الله قرأت مرة كلاما رائعا لابن الجوزي في بستان الواعظين وهو يتحدث عن شهر رمضان بشكل عام فما بالك بالعشر الأواخر منه يقول الرجل بأنه عدد أبناء يعقوب علي السلام عدد أشهر سنة 12 ولد يقول فكما أن يوسف عليه السلام في هذا الكلام الجميل الرائع فكما أن يوسف عليه السلام أحب الأبناء إلى يعقوب عليه السلام فكذلك رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب الله أكبر فما بالك هذه العشر الأواخر من فضائلها سيدي الكريم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها والفجر والفجر ولا يلين عشر ذاب فريق من المفسرين بأن لا يلين عشر يقصد بها العشر الأواخر من رمضان من رمضان والعظيم لا يقسم إلا بما هو عظيم من فضائلها أيضا أن كما ذكرتم سيدي الكريم فيها ليلي أحظم ليلة على الإطلاق حتى أن أهل العلم يسمونها بسيدة الليالي ليلة القرآن الكريم ليلة القدر هذه الليلة التي وصف الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة القدر كما يعلم الجميع وهذا فيه شرف فيه مكانة المكانة الرفيعة وفي موطن آخر الله سبحانه وتعالى قال في ليلة مباركة يعني مباركة في الجزاء في كل شيء وفي الوقت نفس الله سبحانه وتعالى وصف هذه الليلة العظيمة فيها يفرق كل أمر حكيم أتدري ما معنى هذا سيدي الكريم من أن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يقسم الأرزاق والأجال لهذه السنة الجديدة لذلك من الأدعي التي نحرس علي في هذه الليلة المباركة بعد الدعاء المعروف اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني كذلك من الأدعي التي نحرس علي في هذه الليلة المباركة وخاصة في هذه الليلة العظيمة الله ما كتبت في هذه الليلة من خير فاجعلنا في أوفر الحظ والنصيب وما كتب فيه غير ذلك فباعد بيننا وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب فهذه الليالي عظيمة بكتاب ربنا وسنة نبينا علي الصلاة والسلام سيدي الكريم نعم شيخ الفاضل هذه العشرة الأواخر قلتم أن الله عز وجل أقسم بها والفجر وليالي العشرة وهناك من يقول أنها هي الأوائل من دي الحجة فكيف نوازن بين ذلك وذاك العشرة الأواخر من رمضان والعشرة الأوائل من دي الحجة من حيث الأفضلية نعم كلام طيب وسؤل وجه طبعا العشرة الأوائل من دي الحجة في حديث لنبي صلى ما من أيام من العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يقصى العشرة الأوائل من دي الحجة أهل العلم جمعوا بين العشرة الأواخر من رمضان والعشرة الأوائل من دي الحجة وقالوا بأن العشرة الأوائل من دي الحجة هي أفضل الأيام والعشرة الأواخر من رمضان هي أفضل لليالي العشرة الأوائل من دي الحجة فيها يوم النحر فيها يوم عرفة يوم التروية لذلك فضلت على غيرها من حيث نهارها أما العشرة الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر لأعظم ليلة على الإطلاق فمن حيث النهار أو من حيث اليوم فالعشرة الأوائل من دي الحجة ومن حيث الليل فالعشرة الأواخر من رمضان نعم الشيخ الفاضل المولى عز وجل يقول في قرآنه لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة فكيف كان أهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر من رمضان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بداية يجب أن نحن بأنه كان يحتكف في هذه العشر الأواخر حتى أن أمنا إشارة الله تعالى عنها وعن أبيها تقول مأظم هذا الحديث كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره يعني طوال السنة عليه الصلاة والسلام مع ربه وفي رمضان أكثر من باقي الشهر وفي العشر الأواخر من رمضان أكثر من باقي الأيام وهذا يدل على عظمتها ودل على حقيقة بأنه أيام فاضحة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بشكل كبير في هذه العشر الأواخر بل في حديث آخر لأمنا عائشة دائما رضي الله تعالى عنها وعن أبيها تقول إذا دخل العشر الأواخر شيف عن النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزاره وأحيى ليله وأيقظى أهله شد مئزاره كناية عن اعتزال النساء والتفرغ بشكل كلي لله سبحانه وتعالى الدنيا برمتها لا تساوي شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام شوف حتى هذه الكلمة الجميلة وأحيى ليله يقول واحد من علمائنا أحيى ليله جعل في ليله حياة الله أكبر بالقرآن الكريم بالذكر بالدعاء كأن ظلمة التي تدل على الموت وتلك العبادة وتلك الطاعة كأنها تبث الحياة في ذلك الليلة أي نعم وأيقظ أهله هنا النبي طعف النبي عليه الصلاة والسلام أرد أن يعلمنا بأن نخرج من دائرة الأثر ومن دائرة الأنانية نوض الزوجة تعالى نوض الولد تعالى ونصل جميعا لله سبحانه وتعالى فكيف لبيت اجتمعت فيه الدموع أن تدوم فيه المشاكل استحيل استحيل سيدي الكريم هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام نحن للأسف شديد بعيدون عن هذا الهدي شيخنا الفاضل حبينا شيخنا لو تدلنا في السادة المشاهدون يسألون عن أمور عملية يقولك أنا العشر الأواخر هي قدامنا وليلة القدر هي يعني قدامنا كيف أغطني هذه العشر ما هي الأعمال المشروعة التي يتعبد بها الله عز وجل في هذه العشر الأواخر نعم رائعة هذا سؤال عملي وهذا الذي نحتاجه قبل أن نذكر بعض الأعمال أو الأهم الأعمال التي يجب أن نحرص عليه في هذه العشر الأواخر أردت أن أقولها شيئا سيدي الكريم يجب أن نضع نصب أعيننا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا تقول الله والتنظر نفس ما قدمت لغت وفي الوقت نفسي ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور أين الذين صابوا معنا يعني السنة الماضية أين والدك أين والدتك أين زوجك أين والدك دروس لنا حتى يحكي لي واحد من الإخوة قالت أدخلت إلى المستشفى وفي غرفتي من غرفة المستشفى وجدت واحد مريض على كرسي متحرك بعد السلام والتحية أتدري ماذا قال له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيني لكي أسجد له كما يسجد الناس الله أكبر ماذا يتمنى؟ رجاء الله رب سبحانه وتعالى الصحة تعالى لكي يسجد له كما يسجد الناس يعني وبالتالي أنا أحط بأنني أنا ميت وما فما علي إلا أن أضع يدي على هذه الأعمال التي ذكرها أهل العلم كي أكون في مستوى المقربين وفي مستوى الصالحين على رأس هذه الأعمال نسمعه وحدة وحدة القرآن الكريم الله الله في كتاب الله 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 في كتاب الله ما يليق أبدا سيدي الكريم أنه في هذه العشر الأواخر أنا ما نقرأ كتاب المولى عز وجل عشر الأواخر ندير ختمة مليح أنها في المسجد طبعا لظروف الوابع ربير فعنا هذا الوابع لكن مع الزوجة تعم على الولاد ندير ختمة لكتابه تجمع أهلك وأولادك وشوف حتى أن الله عز وجل كيف وصف كتابي أنه روح وكذلك أحينا إليك روحا من أمرين الله معنى أنك بلا قرآن فأنت ميت بالقرآن الكريم فأنت حي وصيد النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب أمة الإسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا شفيعا لأصحابه هي أعظم عبادة في هذه العشر الأواخر أعظم عبادة على الإطلاق هي مليق أنه ليلة القرآن أنا ما أقرأ فيها كتاب الله نعم 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 أنا نعرف ناس سيدي الكريم وهذا من الواقع كان لدار ختمة لكتاب الله في يوم واحد من رمضان هذا واقع يعني ما أتكلم من فراغ هذا مجرب وهذا وهذا واقع حتى لأن الإنسان ربما يقولك أنا أمي وما نقدرش نقرأ اسمع كتاب الله سبحانه وتعالى فيه بارك نعم كان حادثة لن أنساه ما حيث وقعت في المجد النبوي إن شاء الله ربي وصلنا جميعا إلى المجد النبوي كان واحد الشيخ معروف أنه يحب كتاب الله سبحانه وتعالى وديدنه وهمه يحمل المصحف لم يشوف واحد من الشباب في المسجد بني اقرأ لي شيء من كتاب الله فأنا أحب كتاب الله مرة ابن المراتز المصحف ورح لواحد من الشباب يقرأ الشاب في كتاب الله وصلوا إلى سجد سجد التلاوة سجد جميعا بعدها الشاب الذي كان يقرأ رفع رأسه أما الشيخ بخيا ساجدا لله صدقني سيد الكريم فعندما حركه إن لله وإن إليه هكذا أهل القرآن هكذا يموتون ذلك يقول ابن رجب رحمة الله علي الخواتم ميرات السوابق تعيش بالقرآن الكريم رح تموت ماذا؟ بالقرآن الكريم وكي تعيش بالقرآن شيخ الفاضي نعم هناك أمر مهم أراه من الأهمية بمكان أن يكون في تلك العبادات حضور للقلب حضور للروح في هذه العبادات فبغيابي إذا كان القلب غائبا والروح غائبة فتكون تلك العبادة ربما روتينية وفقط لذا حتى الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقف يقرأ الإنسان يعني بتدبر بكل بكل جوارح حتى يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكونوا هموا أحدكم آخر الصورة ويقول محمد إقبال ذا الشعر المسلم رحمة الله عليك كلمة رائعة تكتب بماء العين كما يقال يقول وصية تركه لأبي أثرت فيه تأثيرا عجيبا يا بني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل لا إله أكبر يا بني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل وانا نزيد والله ربما شوف في الوحد يكون ذكي سيدي الكريم قيام الليل معه تقدر هذا جائز نزل المصحف أنا من يشحف نزل المصحف الشريف مع زوجي مع ولدي شوف جمعت بين عبادة القرآن الكريم وعبادة قيام الليل ولما نقول قيام الليل تلك الكلمة يا الله والله من ليس لو حضر من الليل فليبكي على نفسه من ليس لو حضر من الليل فليبكي على نفسه والوحد الذي يريد الله سبحانه وتعالى ويريد الخير للآخرين ما يقول أنا عندي خمس صلوات في اليوم الليلة عندي ست صلوات عندي قيام الليل ولو ركعتين لله سبحانه وتعالى أن الإنسان في هذه الليالي إذا لم يقف بين يديه سبحانه وتعالى معنى أن العلاقة راه خرب بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا أحمد بن يحي رحمة الله عليه يحكي صاحب أبو جعفر البقال قال وجدت صاحبي يبكي بكان حتى ما كاد يتمالك نفسه فعندما سألت عن سبب البكاء قال فاتني حزبي البارحة وأظن بسبب المعصية لا إله إن الله محمد رسول الله وأنا نقول هذه الكلمة كما قالت تلك المرأة الصالحة تقول كل ليلة تقول الزوج تحفي مثل هذه الليالي قم يا رجل فقد فاتنا الصالحون قم يا رجل فقد فاتنا الصالحون وهذا الإمام مسروق رحمة الله عليه زوجة تعالى تقول كل صباح ساقاه منتفختان بسبب طول القيام وعندما يتعب يصلي جالسا ثم يزحف كما يزحف البعير الله أكبر أين هذه سيد الكريم أين هذه النماذج نريد هذه النماذج اليوم كذلك أعام الآخرين القرآن الكريم رائع وعندما قيم الصدقة والإنفاق في سبيل الله 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 إذا كان القرآن الكريم والقيام الليلة فيما بيني وبين ربي فالإنفاق صدق فيما بيني وبين وبين الناس حتى الله سبحانه وتعالى عندما يتحدثوا عن المتقين دائما ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون يعني في هذه الليالي أنا الروح أطرق الأبوعة على الفقارة وعلى المساكين ربما جاري وربما واحد من الأقارة بنتاعي لأنه شوف يقول لبسه سلم الساعي على الأرملة يقول المسكين كالمجاهدة في سبيل الله 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 حتى ولو بالقليل قلنا أربما أستاذنا أربما عندي مبا حتى ولو بالقليل يقول على ابن بي طالب رضي الله ورضاه لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منها وشوف أويس القرني هذا الرجل العظيم كان يذهب إلى الفقارة ويذهب إلى المساكين ويعاون يعني قدر المستطاع ومبعد يبكي الرب سبحانه وتعالى يقول له يا الله لا تؤخذني بمن ما تجع فأنا لا أعلم به وشوف يقدم في الأسباب يبكي بعد ذلك يخاف أنه ربما واحد يموت وهو لا يعلم به هكذا هذا العظماء نزيد حاجة ربما عامل نحرس في هذه الليالي الدعاء سيدنا الكريم نعم ونظن هذا والسر أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عندما تحدث عن رمضان شهر ورمضان الذي أنزل في القرآن خيلا سألك بعد تحدث عن الدعاء بعد أيات رمضان جاء الحادث عن الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا قصة واقعية سيدي الكريم مع الدكتور هشام ونسمى هذه الحادثة بكل جوارع بشيء نعم وقيمة الدعاء خاصة في هذا يعني لما الإنسان يكون صادق مع ربي سبحانه وتعالى يشوف النتجة يحكي هذا الدكتور هذه واقعية سيدي الكريم يحكي الدكتور هشام قال أنا كان عندي مؤتمر مؤتمر عالمي في الطائرة وطاقم الطائرة قالوا بأن الطائرة يجب أن ضحبت يعني هذه الطائرة هبوط اضطراري وإلا راح تكون الكارثة الرجل يقول صعبني القلق في المطار راح لمصلحة الاستعلامات يريد حلهم قالوا له أنت المدينة اللي رايح ليها بقات لثلاث ساعات إذا نخذ استأجر سيارة وروح للمكان قال أنا في السيارة بعد مدة لحوالي الجوية تغيرت حتى الرؤياني صعبت لا نقدر نزيد يعني أننا نمشي بالسيارة قالت وقفت نشوف واحد الكوخ راح لواحد الكوخ طرق الباب خرجت له واحد العجوز تشوف فيها الفقر من الرأسي لأخماسي قدميها فرحبت به وحطت له بشيليكين يعني ربما طعام يعني طعام بسيط ومع فتحدثت معه ثم ذهبت المرأة لبعض حاجتها عندما عادت سألها ماذا كنت تفعلين قلت له أنا كنت أصلي وأدعو الله سبحانه وتعالى قلت له وراني عندي حفيدي هذا قلت له عندي حفيدي هنا يتيم الأبوين وراني ذهبت به لكل الأطباء ولكن ما فيه نتيجة وراني سمعت بأنه كنت طبيب مختص يقال له الدكتور هشام وأنا فقر وما قد تنصر اللهم صلى على الحبيب الله 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 فبك الرجل قالها أنت بسببك هبطت الطائرة لا بسببك توقفت السيارة قال أنا الدكتور هشام لقد ساقد المولى عز وجل إليك سوقا لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه العشرة الأواخر قرآن كريم قيام ليل إنفاق في سبيل الله ونكثر من الدعاء شيخ نبي ذكركم الدعاء نعم كان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما سألته أمنا عائشة إذا حضرت هذه العشرة الأواخر وإن أدركتني فما علي أن أقولي إذا أدركت ليلة القدر قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعفو عني فمسر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لأم عائشة أن نكثر من الدعاء وخاصة دعاء العفو نعم لكي يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل نعمة على الإطلاق قيام نعمة المغفرة والرحمة ونعمة العفو كل شيء زائل لا معنى له كل شيء له نهاية عفو الله سبحانه وتعالى دليل على أن المولى عز وجل يحبك وعلى أن الله سبحانه وتعالى راض عنك يقول ذنون المصري رحمة الله لهذه الكلمة حفظوها يا شباب يقول ما طابت الدنيا إلا بذكره لا إلهي الله ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا بعفوه وما طابت الجنة إلا برؤيته أفضل نعمة على الإطلاق هي نعمة المغفرة ونعمة العفو رب يجعلنا الشيخ شيخنا الفاضل قبل ختم هذه الحلقة المباركة رمضان حل علينا وهل علينا وفرحنا به ولا شك أن ما من مسلم إلا واغترف منه وهتنم منه بعد أيام سيودعنا سيرتحل عننا نريد شيخنا الفاضل توجيهات عملية كيف للمسلم أن يحافظ على هذا النمق أو هذا الريتم يعني بالتعبير بلهجتنا من مستوى العبادات والطاعات أكيد لا أحد يستطيع أن يدوم على الطاعات كما كان في رمضان لكن على الأقل يثبت على هذه الطريقة يثبت على طريق التوبة على دينه نعم سؤال رائع هو أنه هذا ما يعرف عند أهل عنبي وسائل الثابات بعد رمضان رائع جدا علي بن بي طالب رضي الله تعالى عنه وارضعه في آخر ليلة من رمضان كان دائما يقول ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنهزيه حتى أنه لما تبقى على الطاعة وتبقى على مستوى الطاعة بعد رمضان قال أهل العلم هذا من علامات القبول ويقول بشر الحافي رحمة الله عليه يقول بأن الصالح هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويجتهد سنة كلها ليس في رمضان فقط أنا نذكر بعض الواساة طبعا لذيق الوقت لأن هذا موضوع طبعا دمتجون وحسنجز كما يقال على رأسي هذه الواساة دي ما أنصح بالقرآن الكريم الحسن البصري رحمة الله عليه قيل لو إن فلانا يحفظ كتاب الله إن فلانا يحفظ كتاب الله فقال بل القرآن هو الذي يحفظه الله 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 كبار يعني بعد رمضان أنا كنت نقرأ في رمضان حزبين بعد رمضان ولو صفحة ولو صفحة حتى قال الرسول يا ربين قوم اتخذوا هذا القرآن مجورة حتى لا أكون من هؤلاء نقرأ حتى ولو ولو صفحة وكي نوحده أنا قد نقرأ أكثر الحاجة الثانية سيدي الكريم الصلاة 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 نحفظ على الصلوات الخمس جماعة في بيت الله سبحانه وتعالى ونكون كذلك الرجل الصالح قبل موته شوفوا حياته قبل مع الصلاة قبل موته سيدي الكريم قال لهم أريد أن أصلي ركعتين يا رجل في هذا الموت إن أنت تعب قال لهم صحيفتي ستطوى الآن لا وأريد أن أختمها بركعتين لله نعم تكون آخر حاجة تكتب لي في الصحيفتين ركعتين لله سبحانه وتعالى نحافظ على القرآن الكريم ونحافظ على الصلاة كذلك الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة المرء على ديني خليلي فلينظر أحدكم من يخالي كما قال عليه الصلاة والسلام وما ننساش الدعاء أخيرا ما ننساش الدعاء كما كان يقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يرفق نعم شيخ نفضي بعد أيام قليلة سيرتح إلى رمضان حبينا كلمة بهذه المناسبة وبدأ عيد الفطر المبارك يوم فرح ويوم خير ويوم مباركة إن شاء الله إن شاء الله ربي يتقبل مننا إن شاء الله وربي يجعلنا إن شاء الله من المقبولين ويكتبنا ربي سبحانه وتعالى في الصالحين وشوف سيدي الكريم عندما نتحدث عن العيد وهذا من عظمة الدين فطر وعدنا عيد أضحى جاء بعد عبادة الله سبحانه وتعالى عيد الفطر جاء بعد الصيام وعيد الأضحى جاء بعد الحج بشتعر بأن العيد مفهوم العيد في ديننا عبادة والطاعة كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه اليوم الذي لا أعصف فيه ربه فهو بنسبة إلي عيد الله أكبر نهني وخب بعضنا إن شاء الله فقط ننصح حاجة يعني والله صيلة الرحم نصف في القلوب على بعضنا مشكلة أدلنا مرة في محاضرة المحاضرات سائلة تقول بأنه خمسة عشر سنة ما تكلمت مع الأخت انتحها أي عيد أي رمضان نحن اليوم نشوف هذه المشاكل على أرض الواقع مصائب أن نسميها مصائب حتى وراك تخرقونك كريم حتى وراك قيام لي علي ما تكلمش مع أخوك ولا مع جار كلها مع صاحبك لأسباب دنيوية فيها حتى وراك مظلوم أنا أنصح روح صفي القلب انتعك وروح نرجع الخوية ونسامحه وهذا أفضل إنسان على الإطلاق لأنه صدوق الليسان مخموم القلب القلب الذي لا غل فيه قلب النقية التقلد لا غل فيه ولا إتم ولا بغية ولا حسد كما قال علي الصلاة والسلام نرجع لبعضانا ونحب بعضانا ونعانق بعضانا ونسامح بعضانا هذا هو العيد هذا هو العيد الحقيقي سيلة الرحم سيلة الرحم سيلة الرحم إن شاء الله نكونوا في مستوى إن شاء الله الله أم أمين الله يجزيك شيخنا عيدكم مبارك إن شاء الله تقبل الله من يومكم صليح الأعمال إن شاء الله الله يحفظك شيخنا نتمنى أن نرك ضيفا في عدد جديد إن شاء الله يا رب العالمين الله يعزيك شيخنا أخواني أخواتي ها قد وصلنا لخيتام هذا العدد من برنامجكم لقاء الجمعة ها قد أذن الرحيل لهذا الشهر المبارك بعد أيام قليلة نسأل الله عز وجل يتقبله منا وأن يبلغنا رمضان العام المقبل في صحة وعافية وبركة إن شاء الله وها هو عيد الفطر قادم علينا إن شاء الله لذلك اغتنم هذه الفرصة كي أهنئ كل الشعب الجزائري بهذا العيد المبارك عيدكم مبارك سعيد تقبل الله مننا ومنكم وغفر الله لنا ولكم كل عام ونحن إلى الله أقرب إن شاء الله معيدنا معكم يتجددوا الأسبوع القادم إن أحيان الله سبحانه وتعالى إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته